بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من سبعين مرتا رواح البخارية أبو حريرا May Allah Ta'ala be pleased with him Report it I heard the messenger of Allah Sallallahu alayhi wa sallam say By Allah I seek Allah's forgiveness And repent to him More than 70 times a day البخارية وعن الأغربني يساري المزني وعن الأغربني يساري المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٍ الأغربني يساري المزني يَا أَيُّهَا النَّاسِ 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 تُوبًا تِوبة عُبدِهِ وَاسْتَجَامُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلى ما يَا أَيُّهَا اللَّهُ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله recognized يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لالله أشد فرحا بتوبة عبده محين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجارة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وقد أخطأ من شدة الفرح وقد أخطأ من شدة الفرح وقد أخطأ من شدة الفرح than a person who lost his camel in a desert land and then finds it unexpectedly on Bukhari and Muslim in another version of Muslim he said verily Allah is more pleased with the repentance of his slave than a person who has his camel in a waterless desert carrying his provision of food and drink and it is lost he having lost all moves to get that bag lies down in shed and is disappointed about his camel when all of a sudden he finds that camel standing before him he takes hold of its reins and then out of boundless joy he blurs out O Allah you are my slave and I am your Lord he commits this mistake out of extreme joy may Allah tabaraka wa ta'ala grant us sincere tawbah and accept for all of us آمين رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومعداله عظيم سبحانك اللهم ومحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك شكرا لكم شكرا لكم